لنا جيلك الأول يا حبيبة وليديس فرس طبعاً نتكلم معاك كلمين الأول عن البطولة وإزاي فستي فيها وإيه الصعوبات اللي قابلتك في غانا مارس 20-24 إحنا الحقيقة كنا في الكوميتي كان المنافسات معنا كانت صعبة قوي إحنا في الأدوار التمهيدية كانت تفاجئنا إن إحنا أول ماتش معنا الجزائر وهم صراحة فرقة قوية جداً الحمد لله أكسبناهم وبعدين لعبنا مع المغرب على طول فبرضو كان من الماتشوات الصعبة والتقيلة لكن الأول قبل ما تاخدوا حتى على البطولة أول حاجة خلص أول ماتشوات طبعاً عملنا إيه مع الجزائر الحمد لله أكسبناهم أول ماتشين أول ماتشين أول ماتشين إحنا مننزل ثلاث لعبة على ملعب أول ماتشين خلاص ما نبروحش الكارب خلاص بالزرط فالحمد لله أكسبناهم أول ماتشين ماتش المغرب كان من ماتشوات التقيلة وصنة الماتش الثالث بس الحمدلله كسبناه برضو. كسبنا 2 واحد. لما وصنة الثالث يبقى 2 واحد. كان ماتش تعادل وماتشين ما كسب. طب تحلو جدا. اه الحمدلله. يعني انتو كان يكفيكو التعادل في ماتش الأخير كمان. اه حدث لو تعادل اه احنا كنا هنكسب الحمدلله. جينا في الماتش الثالث كنا هنقابل تونس بس الحمدلله تونس خسرت. المستوى عندنا عالي حتى لو تونس كنت رأت بيزن لتونس. بس كان هي سهلة المهمة علينا. الحقيقة كانت الماتشوات صعبة قوي صراحة. فلما كنا وصلنا للفاينل كان بالنسبة لنا. مين بقى اللي طلع تونس مولتي بيش. مش فاكرة بس كان فرقة افريقية. كانت فرقة افريقية اه. بس هي كانت فرقة جامدة صراحة. بس اقول لك على حاجة دليل انت مش فاكرها ده دليل حاجة معينة. ان فعلا هي كت تونس اللي انت كنت منتظرها. اه بزبط. اي حد يطلع لان احنا دايما من نقابلهم على طول حتى بطولات دولية. تونس. تونس والمغرب والجزائر. هم يعني كمان بطولات دولية بطولات عالم او كده بالنفس معاهم هم صراحة فرق قوية في الكاراتي. انت عارف ان السابت الرئيس بيحب لعبة الكاراتي وكان بيمارسها وقبل كده قال. تعالفين طبعا. كمؤتمر اه. كمؤتمر قال كده. فاللعبة دي يعني يعني ما شاء الله كتب عليها انها تبقى من احد الالعاب المهمة في مصر. مناسبة لجيناتنا الشعب المصري. مبروك انجاز كبير خدنا دهب في الكتاب الأفريقية ودي حاجة تسعدنا جدا. اشتركوا في القناة.